هل كان بيدأوك لما كنت تنزل تلعب كرة في الشارع؟ لا بابايا كان بيسيبني بس تلعب في الصيف الله يرحمه يعني ووالدتي طب لما روحت لما روحت النادي الاهلي قلت لهم ايه في البيت؟ ما انا جايلك بحشان اقنحهم ان انا روح فكنا في الصيف فانا قلت لبابايا بص انا هلعب في الصيف بس اول ما ييجي الدخول المدرسة انا ايه مش هروح بقى لان انا في المعادي وهنزل ازاي ومدرستي في المعادي هنزل ازاي؟ كنت في سنة كام في الدراسة؟ كنت لسه في سنة ستة داخل قول عدادي بقى المهمة فقلت له فرح اتفق مع امامتي وبتاع قلت له ازاي يوسف هيلعب كرة واحنا معنداش حد يلعب كرة كان زمان يلعب كرة ده حاجة يعني اقابلني لو فلعت اه بابايا مرة قال لي انت عايز يقوله على يعني بابايا كان الله يرحمه في كلية هندسة انت ايه انت مهندس في كلية هندسة ومحفظني ومزبطني على كده بس حتى ما كنت بقى راكب معالة عربية ومشي من عند كلية هندسة انا انا والدتي كانت في كلية زراع يقولك مكانك اوه يقولك مكانك اوه كان يشاولي يقولي بص كلية هندسة دي هندسة الكاهرة وعرفني مكانها عرفني مكانك اتواخد الكورنر كده قدام برا الجامعة كنت تلميز شاطر ولا تلميز نسلوس لا انا كنت شاطر كنت شاطر لغاية ما اتشغلت في الكورة يعني انا لغاية تانية سنوي كنت ارقامي كويسة وتفوق يعني وكنت متفوق اخ كنت زكي جدا هل دي لساعدتهم ان يقولك لازم تروح تلعب بقى كورة وبتاعوا الكلام ده لا اصلا هو بقى قصة تانية انا احكيها لك ان انا بابايا توفى اتوفى وانا عندي 13 سنة الله يرحمه يا حسنين انا بابايا ما هو برضو خلي بالك ان المستقبل ده ده ربنا مهتم اقدر انا دايما اقول لو بابايا كان عاش انا مكنش اكمل في الكورة لانه هو ما كانش عنده اي تقبل او استعداد للكورة القدم يعني مفيش حاجة اسمها حد يلعب كورة القدم عندي طبعا ابن عمي كان بيلعب في النادي الاهلي واكيد يمكن تعرف اسمه مونير مونير عبدالرازق مونير عبدالرازق كان مهاجم مميز جدا في سن كان دفع طهر ابو زيد وعلاق ميهوب لا لا فاكر انا مونير اه وهو عارف يعني كان دايما يقول لك ابن مصطفى كان بيشيد بي وبتاع كم النادي الناصر هو اي انا فاكر لا فاكر مونير كويس او فكان ابن عمي بس ده الوحيد وما كملش يعني ما كملش جيه عند التسعتاشر سنة ووقف يعني بس فالمهم انا لما والدي توفى كملت شوية في الكورة انت اقناعت ان انك هتلعب في حد الصيف اقناعت ان انا هتلعب في الصيف وبعدين لما جيت في الشتاء بقيت اعمل حاجة كابتن ما كانش بعملها حاجة في الطلاب عشان اقناعه طب دي واحدة قبل ما تكمل بس انا مش بقطعك ولا حاجة انما انا عايز اقول بس يعني انت دخلت خلاص الاختبارات ونجحت اه دخلت وانت سنك كم سنة في النادي حداشر سنة اه والكابت المصطفى قال لي هات انا كنت بقى عائد صغير كده قال لي انت يا ابني معانا تجيب مستخرج من شهادة الميلاد وست صور انا مش فاهم يعني ايه مستخرج رجعت بقى البيت قلت له انا عايز ست صور ومستخرج من شهادة الميلاد ايه المستخرج ده يا بابا اه المهمة بقى الله يرحموا خدني وروحنا السجل المدني وطلعنا ايه مستخرج لشهادة الميلاد وتصورت ست صور وست صور وبعدين قال لي بص هتلعب اول ما المدرسة تخش مفيش حاجة اسمها لا اهلي ولا كورة ولا الكلام دي احنا عندنا دراسة وعندنا مذاكرة بس فالمهم ايه كنت انا بعمل قلت له بص بقى انا هنعمل حاجة مع بعض قال لي ايه قلت له انا كنت بصحة يوميا الفجر اذاكر قبل مروح المدرسة كمان اه عشان الحق اعوض لان انا كنت بطلع من المدرسة اطلع على باب اللوق اركب المترو واروح على باب اللوق على طول عشان اعدي الكبري انزل على الاصر ايه اخش النادي الايه اتمرن وارجع بقى انت عارف في الشتاء وارجع بقى المرجع بقى المعادي شغلانة اه فكنت برجع بالليل طبعا انت عبان بقى طول نار في المدرسة وبتاع فما كانش مذاكرتي ايه بالشكل اللي نطلع طب انت بتقول لي الوقت وانا قطعتك معلش في الكلام قلت له بس انا عندي حاجة عاوز اقولها اه ايه هي اللي انت كنت حاجة كنت عاوز تقولها اه انا في الشتاء عشان اقنع بابايا ان يسيبني اكمل بقى في النادي الايه بدأت بقى مع الكابتن محمود السايس اولا مش كابتن محمود السايس اول واحد دربني كابتن موفت براهيم كابتن موفت يا اه كابتن موفت رابنا اديرو الصح علمنا بقى اساسيات كورت القدم وكده وكنت بقى زي ما انا بقول لك ببزل مجهود كبير اوي عشان تفضل ارقامي تفضل الدرجات بتاعتي في المدرسة كويسة فبابايا ما ايه ما يقولش ان الكورة اثرت على المستوى الدراسي اه ان انا افضل مقنعه يعني لغاية بقى ما هو السنة اللي بعدها توفى تعب يعني وعي فترة وبعدين توفى يعني وكملت بقى مع امامتي برضو مقاومة لا حصرة لها هي برضو دكتورة في كل ايه زراعة فما فيش كورة وايه الكورة دي وبتاع بس كنت بدأت بقى ايه بدأت احط رجلي شوية بدأت لعب منتخب ناشئين كم سنة خمستاشر سنة مع مين كابتن طا بصري الله ارحمه كان الكابتن طا بصري معاك ولو تفتكر مع الكابتن شيحتة ومايتل سميس في ستة وتمانين بدأ هو من خمسة وتمانين او حاسم اختار الله ارحمه فبدأ من خمسة وتمانين يكون منتخب عشان كسى عالم اللي هو بتاع كندا بتاع سبعة وتمانين روحت المنتخب ده المهم بقى فبدأت انا احط رجلي ولعبت في الاهل الثلاث سنين دول ما كنتش وانا صغير كنتش بلعب بصفة دايمة كنت اوقات العب اوقات ملعبش يعني بس كنت لسه بكوين تكوين اللاعب والشخصية والجو بتاعنا بس انا فاكر اول ثلاث سنين كانوا موفدين جدا لما جبرت عرفت استفادنا من كابتن موفد ابراهيم وكابتن محمود السايس وكابتن شاعب شاوي اتأسست ودي مهمة جدا يعني دي انا عايز اطلع شوية برا سياك الكلام ان انت تكوين اللاعب في سن العشر سنين والحداشر والاثنشر ازاي بتدي له المهارات وازاي بتعال الواحد لما اشتغل في التدريب بعد كده تسليم واستلام 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 الكرة على السدر الاساسيات بتاع الكرة القدم دي اوقات فيه مدربين بيخفلوها للأسف الشديد بيطلع لاعب تبص عليه في الفريق الاول مش اوقات واحنا بنتفرج على مطشاة تبص لايه المهارة الاستلام التسليم مهارة اللاعب بالرأس حاجات دي كلها متلاهاش يعني متأسسة بشكل كويس جدا لكن احنا ناشئين او براعم الاهلي اللي تأسسه في الناد الاهلي بتلاقي فيه فرق بينهم وبين اللاعب الاخرين طبعا